عجيب اللي أنا كنت بشوف حاجة فلقيت حد يتكلم على قضية خدمة المرأة وأنا معرفش إحنا بنستدعي ليه القضايا دي يعني لماذا نستدعي هذه القضايا يعني من الذي اشتكى عشان نستدعي هذه القضايا فحد بيقول أولله أصلي ما فيش دليل شرعي على مسألة إن المرأة تخدم إيه تخدم الزوج وبعد كده لما جينا نتكلم على قضية هل طب خدمة المرأة واجبها ولا فضل فقالوا والله أصلي إحنا مش عارفين نفرق بين المصطلحات دي يعني إيه واجب ويعني إيه فضل يعني إذا ده أدنى درجات الحكم الشرعي إحنا مش عارفين يعني مش عارفين يعني إيه نفرق بين الفضل والواجب فكيف نتجرأ على دين ربنا سبحانه وتعالى ونقول أصل والله الشرع ما فهوش وحكاية والرواية مع إن عندي أدلة قوية جدا في كتاب الله وفي سنة سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإحنا بنقول يا جماعة روايدا روايدا على الأسرة لأن الأسرة دي هي اللبنة هي اللبنة الأولى للمجتمع تماسك الأسرة يا أستاذ دعاء هو تماسك المجتمع انهدام الأسرة مع أسرة مع أسرة إيه اللي بيحصل؟ بيحصل انهدام للمجتمع وعشان كده احنا بنشوف بعض الجرائم للأسف الشديد يقول لك فلان قاتل فلانة أو فلان حبي مش عارف مين وعمل إيه ليه ده غياب للأسرة أصلا ده فيه غياب للأسرة أو نشوف مثلا الاتنين اتجوزوا وبعدين اتطلوا بعد سنتين تلاتة وخلفوا عيل فما بين الأب والأم فبقى تربية شوارع فده بيروح لفين؟ إما للشزوز إما للانحلال الأخلاقي إما للتطرف إما مش عارف طيب أين الدين؟ الدين هنا في النهاية يقول لك الأسرة عشان كده سيدنا النبي كان دايما يركز على قضيته الأسرة يقول خلي بالك أيها الأب ده أنت راعي ومسؤولة عن الرعية بتاعتك دي وهتسأل يوم القيام والأم ده الأم دي وزارة دخلية في بيتها وزارة مالية في بيتها وزارة اقتصاد في بيتها وزارة تضامن كمان في بيتها الأم دي مسؤولة هي كمان هي راعية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهي وزير التربية وتعليم الأم عشان كده حافظ أبراهيم كان يقول الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيبة لإيه؟ طيبة الأعراق فلما نختار صح مش هنيجي نقول حق وحقك بالمناسبة ومال إيه إن أحبها أكرامها وإن أبغاضها لم إيه؟ لم يظلم